نهاردة ان شاء الله هنستعرض مع بعض افضل خمس برامج مجانية تقدر تستخدمها عشان تسجل شاشة الكمبيوتر بتاعتك بدون اي مشاكل وخفيفة على الجهاز وحجمهم صغير جدا اعتقد ان البرامج دي هتكون اول مرة تشوفها او بعضهم ممكن تكون شفتهم لكن ما تعرفش الامكانيات بتاعت البرامج دي برامج خفيفة وامكانياتها رائعة وان شاء الله بإذن الله هتفيدك لو انت مهتم بالموضوع خليك معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد مندوح من قناة time saving لو اول مرة تشرفنا في القناة ممكن تاخد لفة كده في القناة وتشوف الفيديوهات بتاعتها ولو عجبتك القناة اشترك معنا وفعل زر الجرس عشان يصل الجديد الفيديوهات يلا بينا نروح على الكمبيوتر ونشوف الخمس برامج دول يلا بينا كده يا شباب نشوف اول برنامج اسمه freecam بتيجي تفتح الموقع من هنا تدخل الاميل بتاعك وبعدين تضغط على download هينزل معك التطبيق تستطابه عادي لان هو مجاني مفيش مشكلة تمام بعد كده بيفتح معك بالشكل ده تعرف تعمل update لو انت عايز تشوف اخر نسخة انت قريدي منزل اخر نسخة تضغط على new recording تقدر تحرك الشاشة بالحجم اللي انت عايزه وتقدر تختار كمان الحجم من هنا لو انا قلت 1920 في 1080 ده حجم الشاشة بتاعتي هياخد الشاشة بالكامل زي ما احنا شايفين كده وتعرف تتحكم في الموضوع ده براحتك يعني تعرف تحرك الجزء اللي انت عايز تشيله في بعض الناس بيحبوا ان هما يخفوا الصفحات اللي هما بيشرحوها عشان الناس تجيلهم في روابط مختصرة وكلام من ده الموضوع ده مش بتاعنا المهم ان انت بيسجل تقدر تضغط هنا على record ومن الاعدادات هنا لو فتحتها تقدر تحط اختصارات ان انت توقف بالF9 وتشتغل وتوقف بالF9 لو عايز توقف في ال record تضغط على escape تعرف تغير الزرائر دي زي ما انت عايز ومن هنا تقدر تختار المايك بتاعك لو انت فيه مايك معين انت بتشتغل به تمام بعد كده تضغط اوكي لو ضغطت record هيبدأ يسجل معك هيعد الحد تلاتة وبعدين يسجل بشكل سهل وبسيط بعد ما بنخلص تسجيل تقدر تضغط على F9 لان القايمة مش ظهرة قدامي دلوقتي او تضغط على escape لو عملنا escape كده هيخلص وبعد كده يبدأ يجمع لك الملف ويروح فاتح الملف اللي انت سجلته بالشكل ده بتقدر ان انت تعمله play تشوفه وممكن تحفظه على الكمبيوتر انت لو حفظته هنا تعرف تعمله play خلينا نشوفه كده ال quality كويسة والتطبيق مجاني وخفيف جدا على الجهاز لو عملت save as ده بس صعيب البرنامج لو عملت save as video بيسيفه WMV video بس ما فيش مشكلة في الامتداد ده الامتداد ده عادي تقدر تعدله ببرامج تحويل الامتدادات او تحطه على برنامج تاني لو انت عايز في المونتاج بعد كده لان انت بتسجل الشاشة مش بتعمل مونتاج تمام تعرف تعمله upload مباشرة على اليوتيوب لو انت عايز وتعرف تعمل edit بسيط عليه لو دغطت هنا هتعرف ان انت تقطع بعض الاجزاء يعني انت مثلا الجزء ده انت مش عايزه تعرف تشيل ال noise كمان في الصوت لو انت عايز تعرف تعمل feed in feed out اللي هو دخول الموسيقى بصوت واطي وبعدين خروجها بصوت واطي تمام نعرف نعمل delete للجزء ده لو احنا مش عايزينه اي جزء في النص انت عايز تشيله الموضوع سهل جدا وخفيف فعلا على الجهاز بالشكل اللي احنا شايفينه ده فانت كده عملت فيديو عملت عليه شوية editing بسيط وبعد كده تعرف توديه على اليوتيوب مباشرة تعرف حتى عدل في حجم الصوت لو انت عايز تعرف تشيل ال noise خلينا نشوف نشيل ال noise ازاي لو افنا هنا remove noise بيقول لك اختار لي جزء فيه noise يعني فيه I got it بنعمل كده الجزء ده وبعد كده remove noise وبعد كده لو ضغطت على remove noise بيبدأ يعد معك كده وبعدين يشيل ال noise من الصوت اللي موجود برنامج خفيف وامكانياته ظريفة اتمنى انتو تنزلوه تولور اريكو في التعليقات برضو نقطة مهمة اليوتيوب يقدر ياخد الامتداد ده لو انت حفزته بعد ما عملت editing عليه عايز ترفعه مباشرة على اليوتيوب ممكن ترفعه مفيش مشكلة ولو انت عايز تعمل تحويل بدون برامج تعرف تدخل هنا خلونا نشوف كده مع بعض media converter online انا طبعا مش بديك حاجة محددة بس بريك ازاي نفكر لو جينا على موقع مثلا من الموقع دي طبعا انت هنا لما بيجي يقولك اختار انا عايز اختار والله انا عايز احاوله ل mp4 تمام بتختار mp4 بعد كده تبدأ تحمل الملف بتاعت بتختار choose file هنا ونختار الملف اللي احنا لسه عاملينه من شوية ملف الفيديو اللي سجلناه بيرى معانا بالشكل ده حسب حجم الملف وبعد كده هنا preset انت عايز resolution يبقى كام ممكن تحطها او تسيبها لكن تعرف تعملها بالشكل ده ممكن ترفعه شوية بالشكل ده كده تمام بعد كده هو هيحوله لك mp4 بعد ما نضغط على start conversion حول لي الملف ده هيبدأ يعد معاك وبعد كده يحوله لك ده لو انت عايز تحول من اي امتداد لاي امتداد تاني تعرف تضغط على download هنا هينزل معانا الملف نفتحه هلا يظاهر قدامنا بالشكل ده فانت كده خدت حاجة mp4 من البرنامج اللي احنا اتكلمنا عليه الموقع التاني اسمه screen recorder تقدر برضه تنزل free version بتضغط هنا لما بتفتح الموقع ها يديك امكانية ان انت تضغط هنا لو ما حصلش download يعني هو مفروض هينزل automatic دلوقتي بدأ ينزل بتحمله وبعدين بتعمل setup عادي جدا مش محتاج برضه امكانيات كبيرة للجهاز وبيشتغل معاك بشكل بسيط فتح معانا بالشكل ده تقدر ان انت تشوف بعض الاعدادات لو انت عايز تشوفها لكن هنعمل skip دلوقتي ونفتح البرنامج بتاعنا انت تعرف تعمل full screen يعني display 1 او display 2 عشان عندي شاشتين custom area يعني انا عايز اختار حتة معينة اسجلها last area اخر حاجة انت كنت عليها لو دخلنا على الاعدادات كده quality هنخليها هاي طبعا زي ما هي وده الامتداد تقريبا اللي سامح به اي امتداد تاني هيطلب منك ان انت تشتري البرنامج فاحنا هنخلينا على الامتداد ده عادي وزي ما شوفنا في الطريقة الاولانية تعرف تحول الامتداد اللي انت عملته براحتك انت له هنا لو عايز تحط ووتر مارك بشكل معين برضو دي محتاج ان انت تسجل فيها فانت الامكانيات البسيطة ان انت بتسجل الشاشة فقط ومن هنا تعرف تختار المايك بتاعك المفاتيح اللي انت عايز تختصر بها حاجات معينة لو عايز ترسم عايز توقف عايز تخرج الحاجات دي كلها عايز تعمل زوم ان F10 تمام زي ما قلنا لو انت حبيت تسجل بتضغط على full screen وبعد كده display وبعد كده تضغط على record وقال لنا ان هو بيسجل خمس دقيقة بس فيش مشكلة ممكن نسجل ثلاثة اربع فيديوهات مفيش حد هيسجل اكتر من 20-30 دقيقة لو احنا عايزين تسجل الشاشة عادي بتاعتك وبعد كده تقدر تعمل pause لو انت عايز توقف بس لو عايز ترسم على الشاشة حاجة معينة للناس عايز تتكلم معهم في حاجة معينة بتاخد اللون توضح حاجة معينة للناس برضو دي اداء option ظريف وموجود مجاني عايز تكتب تقدر تكتب عايز ترسم شكل ترسم الشكل اللي انت عايزه كل الكلام ده يكون بيتسجل لو عندك كاميرا تقدر تضغط عليها وتظهرها معاك في المشهد كل الكلام ده موجود ومتاح طبعا عندي كاميرا مش موصلها دلوقتي فهيدينا الشاشة اللي احنا شايفينها دي المفروض ان انت دي صورتك وانت بتتكلم او بتشرح الفيديو تمام امكانياته بسيطة بنضغط على stop او تقطع اجزاء معينة من الفيديو ماعتقدش ان انت ينفع تقطع من نصه ده ترم لو انت عايز تحدد جزء معين بس هو اللي يطلع معاك بالشكل ده البرنامج او التطبيق اللي بعده اسمه nch screen capture تضغط عليه download كل الحاجات دي خفيفة على الجهاز بينزل بسرعة وبعد كده تسطبه بالطريقة العادية في بعض الحاجات دي موجود فيها عربي لكن انا افضل تشتغل بالانجليزي لان انت لو لقيت عربي في واحد مش هتلاقيه في التاني هنعمل setup طبعا المشكلة ان البرامج دي بيسجل كل برنامج كل شاشة بتسجل الشاشة فيبيظهر بالشكل اللي احنا شايفينه ده هندغل على screen capture هنقفل ده كده ونضغط على screen capture capture primary monitor capture secondary خلينا primary طبعا عشان عندي شاشتين بيزهر ده لو انت عندك شاشة واحدة تمام بعد كده بنضغط على record من هنا بنضغط على start recording تمام بيبدأ يسجل معنا الشاشة بالشكل ده وبيبقى ظاهر هنا لو انت عايز تقفله وممكن تضغط على F10 بس انا لو ضغطت على F10 هطلع من البرنامج اللي انا بسجل فيه دلوقتي فانا مش عايز اعمل ده انا عدر من هنا ارفع ده وبعدين اعمل pause او اعمل stop كده انا عملت stop بيقول لك عايز تعمله play ايوا عايز اعمله play واشوفه كده ده شغال معنا طبعا لو انت عندك مايك المفروض ان انت بتختار المايك من الاعدادات طبعا الاعدادات البرامج دي كلها تقريبا زي بعض كده انت عندك الفيديو خلاص بقى موجود لو قفت وقفت هنا لو قفت هنا على recordings هتلاقي ان ده موجوده تقدر تعمله save as وبعدين تحفظه بنفس الامتداد اللي هو حتطهولك ده وزي ما قلنا كل الامتداد دي اليوتيوب بيعبالها مفيش فيها مشكلة لو عايز تعمل upload لليوتيوب تقدر تضغط من هنا وتختار اليوتيوب وتدخل اعدادات القناة بتاعتك وهيعمل upload مباشرة للفيديو اللي انت عملته اعتقد امكانياته كويسة في اعدادات كتيرة شكله يخض شوية انا لازال اول واحد هو الافضل بالنسبالي خلينا نروح على اللي بعده اللي بعد كده streamlab طبعا streamlab بيحتاج امكانيات عالية شوية للجهاز يعني على الاقل انت عايز 4 جيجا رام وعايز core i5 عشان تعرف تشتغل عليه ده لو انت هتعمل streaming لكن لو هتعمل recording انت ما عندكش مشكلة بتقدر ان انت تعمل download من هنا وبتسطى بالبرنامج انا البرنامج موجود عندي طبعا هو بيستخدمش بس في تسجيل الشاشة هو بيستخدم في حاجات تانية كتير بيستخدم فيه طبعا streaming لو انت عندك game وبتعمله streaming من الجهاز بتاعك فهو بيشتغل اساسي على الموضوع ده خلينا نفتحه كده ونشوف هو stream labs هو موجود عندي هنا خلينا نفتحه ونشوف امكانياته لان فعلا البرنامج ده امكانياته قوية جدا ومجاني تماما تعرف تسجل بيه الشاشة تعرف تعمل بيه stream اللي هو live stream بس مباشر تعرف تعمل بيه حاجات فعلا رائعة في الاصدار المجاني هنشوفها مع بعض لكن طبعا مش حاضر اشرح كل امكانياته لان هو فعلا برنامج كبير وفيه امكانيات كتير جدا ممكن بنخصص له فيديو منفصل بيشرح عملية ال stream لو انت هتعملها من الكمبيوتر طبعا اول ما بيفتح معك بيفضل ان انت تعمل login سواء بقناة اليوتيوب بتاعتك او بالtwitch حسب انت هتعمل stream على ايه مش شرط ان انت لازم تعمل live stream يعني تعمل بس مباشر على القناة بتاعتك لكن انت محتاج ان انت يكون عندك حساب تسجل بيه عشان تدخل على البرنامج طيب البرنامج ممكن شكله يخض شوية لكن هو فعلا امكانياته رائعة جدا حواريكو بالزبط احنا ممكن نعمل ايها حاجة بسيطة انت دلوقتي لو مش عايز اي حاجة غير انت تسجل ال screen اللي هي ظهرة قدامك دي هتضغط على record تمام وتبدأ تسجل بدون اي مشاكل لكن احنا دلوقتي لما بتيجي تفتح انت البرنامج بيكون ده فاضي خالص مفيش اي حاجة هنعمل حاجة هنا نقول scene جديد انت لازم تعمل مشهد كامل جديد زي بالشكل ده كده وبعد كده من هنا بتضغط على sources عشان تقوله انا هسجل منين طبعا لو انتك عندك كاميرا بتقدر تعمل هنا هنا بتضغط الاول على display capture تمام انا عندي شاشتين بختار شاشة منهم وبضغط add source بسمي اي حاجة تمام بيظهر معنا بالشكل ده لو انا عايز الشاشة التانية بختار التانية هتظهر معنا الشاشة التانية لكن انا دلوقتي خلينا على الشاشة دي واضغط done هيظهر معنا الشاشة اللي هو موجود عليها دلوقتي ومسجل طبعا نفسه لان طبعا هو اللي ظاهر في الشاشة طيب ده لو انت عايز تسجل فقط الشاشة لو انت عايز تضيف الكاميرا بتضغط هنا تمام وبعد كده تضغط على video capture device وبعدين تضغط add source تسميها اي حاجة وبعد كده تضغط هنا فهيبدأ يظهر معك ان انت تختار الكاميرا بتاعتك بناء على الكاميرا اللي موجودة تبدأ تختارها وتضغط ok طبعا مش مصل الكاميرا دلوقتي فهيظهر لنا بالشكل ده تمام عايز بقى انت تكبر دي تصغرها يعني بحيث ان انت عايز تتكلم تخفي ده تفصل ده كده وهكذا بالشكل ده تمام يعني الكاميرا هي اللي تبقى ظاهرة والview بس اللي ظاهر حسب ما انت عايز تعرف تتحكم فيهم تمام عايز تصغر ده تاني تصغره بحيث ان انت تحط نفسك في مكان ما يكونش قافل للحاجة اللي انت بتشرحها وبعد كده تبدأ تضغط record بالشكل ده كده حيبدأ يسجل معك الشاشة بالكامل بشكل سهل جدا وبسيط وبدون اي مشاكل ممكن الامكانيات يعني ممكن resolution بتاع record ما يبقاش عالي هتدخل هنا على اعدادات معلش البرنامج جماعة مش سهل لكن فعلا ده اقوى برنامج ممكن تشتغل عليه وبعد كده بتضغط على video وبعد كده بترفع الاعدادات دي بتاعت الفيديو هنا عشان يرفع معاك resolution ولو عايز تعمل ده 60 frame per second مفيش مشكلة فلما ترفع الاعدادات دي توصلها للاعدادات اللي احنا شايفينها كده الاوت boot المفروض ترفعه لكن لو رفعت الاعدادات دي وانت بتعمل streaming هتبقى فيها مشكلة لو النت بتاعك بطيق عشان كده انا منزل الاعدادات دي شوية بعد ما بتخلص بتقدر تضغط على record وتبدأ تسجل المفروض ان اللي تسجل ده موجود في الديكمونتس على ما اعتقد بهو بينزله مباشرة لهو مكان معين بينزله فيه او تقريبا في الفيديوز ايوه بينزل في الفيديوز هنا اللي احنا لسه مسجلينه بتاريخ اليوم اهو تمام الفيديو كده موجود وموجود in before وكل حاجة تمام ومفيش اي مشاكل عندك ده فعلا اقوى برنامج ممكن تسجل به ومجاني لان هو مش معمول للتسجيل لكن option التسجيل موجود فيه طيب الاخير بقى اللي هو zoom كنا شرحناه قبل كده بس عايزين نعرفكو ازاي تعرف تستخدمه طبعا هو عبارة عن برنامج او تطبيق بتنزله على الكمبيوتر zoom.us اما بيفتح معنا بالشكل ده كده بندغط على resources وبعد كده download zoom client تمام بتقدر تضغط على download هنا المفروض اول واحدة دي حاجات تانية خاصة بمنصات مختلفة لكن ده بتاع الويندوز بتضغط عليه بينزل معاك الزوم انا موجود عندي فانا هوريكو ازاي تسجل الشاشة به طبعا زوم خاص بالاجتماعات والتعليم عن بعض كنت عملت فيديو عنه هسيب لينك الفيديو ده ان شاء الله في صندوق الوصف لما بيفتح معنا التطبيق بالشكل ده المفروض ان انت لازم تعمل اجتماع فانت ممكن تقول هنا new meeting اللي انده برنامج اجتماعات لكن هنشوف ازاي نسجل الشاشة واحنا شغالين بشكل سهل جدا تمام انت كده عملت اجتماع المفروض ان انت لو عايز تسجل الشاشة بتعمل حاجة اسمها share screen تضغط على continue with computer audio وبيقولك انت عايز تسجل اي شاشة هنسجل الشاشة دي تمام وبعد كده ده طبعا في الاجتماع انا عملت sharing لسه ما سجلتش تمام لما اجي اسجل بقى هنا بضغط على more اقف هنا وضغط على more وبعد كده اقول له record طبعا المفروض ان انت هنا تكون مختار المايك بتاعك المايك اللي انت شغال به ولو انت عايز تسجل فيديو ما فيش مشكلة برضو تعرف تسجل فيديو اللي هو هيظهر هنا او مش عايز الفيديو خالص يبقى ممكن تقفله تماما فما يظهرش معاك هنا وبعد كده تعمل هنا record هيبدأ يسجل معاك اللي انت بتعمله على الشاشة سواء هنا او هنا او في اي مكان بعد ما بتخلص طبعا تعرف تعمل كمان بعض التخطيط للناس لو بتشرح حاجة معينة او عايز توضح حاجة رائع جدا ومفيد وفعلا يساعدك كتير وانت بتعمل screen recording والميزة ان هو مجاني تماما ما فيش فيه اي مشاكل بعد ما بنخلص نعمل هنا stop recording وبعد كده هعمل stop share وبعد كده هلاقيه موجود لو فتحنا زوم هنا هنلاقي ال record اللي احنا لسه عاملينه موجود هنا كل recording بيبقى موجود فيه ملف خاص باليوم اللي انت سجلته فيه ده تاريخ اليوم اليوم اللي انا سجلت فيه ال record ده بيطلعهولك بصوت لوحده وصورة لوحدها اول ما بتفتح بيديك بيعمل تحويل كده معين عشان يحاولهولك لصوت وصورة تمام عملك الملف لو حبيت تضغط عليه بالشكل ده هيفتح معك اللي انت سجلته تمام اعتقد كده انت دول افضل برامج شفتها لو سألتني عن رأيي ايه افضل واحد فيهم بصراحة على stream lab واول برنامج شرحنا اسمه free cam والزوم التلاتة دول افضل تلاتة شفتهم بصراحة امكاناتهم جيدة جدا الميزة في اول برنامج ان انت تعرف تعمل editing للفيديو بشكل بسيط ممكن ما تبقاش محتاج اي برنامج editing لكن العيب اللي فيه انت محتاج ان انت تحول من امتداد WMV لامتداد MP4 لو انت مش محتاج ده تعرف تعمله upload على اليوتيوب مباشرة شكرا لم تبعتكم الفيديو ويريد تقولولنا اي برنامج من الخمسة عجبكم وشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ما تعم سيفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا